بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة الحلقة رقم 16 باب ما جاء في رسول ملك الموت قبل الوفاة ورد في الخبر أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت عليه السلام أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك قال نعم لي والله رسل كثير من الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصر فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب فإذا قبطته ناديته ألم أقدم إليك رسولا من بعد رسول ونذيرا بعد نذير فأنا الرسول الذي لم يرسل بعدي رسول وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادي يا أبناء الأربعين هذا وقت أغل الزاد أذهانكم حاضره أعضاءكم قوية شداد يا أبناء الخمسين قدنا وقت الأغل والحصاد ويا أبناء الستين نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاطر الآي سبعة وثلاثين ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة يقال أعذر في الأمر أي بالغ فيه أي أعذر غاية الإعذار بعده وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثت الرسل إليهم ليتم حبته عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الإسرائيل الآية 15 وقال وجاءكم النذير قيل هو القرآن وقيل هو الرسل إليهم وعن ابن عباس وأكريمة وسفيان أوكيع والحسين بن الفضل والفراء الطريق قالوا هو الشيب فإنه يأتي في سن الاكتهال فهو علامة لمفارقته سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب قال رأيت الشيب من نذير المنايا لصاحبه وحسبك من نذير وقال آخر تقول النفس غير لوني هذا عساك تطيب في عمر يسير فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير وقال آخر وقائلة تغضب فالغواني نوافر عن معاينة النذير وله أيضا رضي الله عنه ولكم تصابي وقد علىك المشيب وتعامجها لن وأنت اللبيب كيف تلهو وقد أتاك نذير وشباك الحمام منك قريب يا مقيما قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب إن للموت سكره فارتقبها لا يداويك إذا أتتك طريب ثم تأوى حتى تصير رهينا ثم يأتيك دعوة فتجيب بأمور المعاد أن تعليم ألم نجاهدا لها يا أريب تذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر الممات ينيب ليس في ساعة من الدهر إلا للمناية عليك فيها رقيب كل يوم ترميك منها بسهم إن يخطئ يوما فسوف يصيب وله أيضا رضي الله عنه ثلاث وستون قد جستها فماذا تؤمل أو تنظر وحل عليك نذير المشيب فما ترعوي أو فما تزدجر تمر لياريك مرا حثيثا وأنت على ما أرى مستمر فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمر لعطضت خيرا بشر فما لك ويحك لا تستعد إذن لدار المقام ودار المقر أترغب عن فجأة للمنون وتعلم أن ليس منها وزر فإما إلى جنة أزلفت وإما إلى سقر تستعر وللفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي ذمنين رحمه الله تعالى أمين الموت في كل حين ينشر الكفنة ونحن في غفلة عما يداوينا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا أين الأحبة والجران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرار هنا ورؤية أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال من أنت فقال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا قال فإذا أنت ملك الموت قال نعم قال أتيتني ولم أستعد بعد قال يا داود أين فلان قريبك أين فلان جارك قال ما قال أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد قيل النذير الحمى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمى نذير الموت أي رائد الموت على الأزهري معناه أن الحمى رسول الموت أي كأنها تشعر بقدومه وتنظر بمجيئه وقيل موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان وذلك إن غار الرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان قال وأراك تحملهم ولست تردهم وكأنني بك قد حملت فلم ترد وقيل كمال العقل الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به بين الحسنات والسيئات فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه فهو نذير والنذير بمعنى الإنذار والإنذار والإعذار أكبر قريب بعضه من بعض وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثت الرسل إليهم ثم الشيب أو غيره كما بينا وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب من معترك المناية وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله وترقب المنية ولقاء الله ففيه إعذار بعد إعذار وإنذار بعد إنذار الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني بالشيب وذلك عند كمال الأربعين قال الله تعالى وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الأحقاف الآية 15 فذكر عز وجل أن من بلغ الأربعين آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرها وقال مالك رحمه الله أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالط أولى الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة فإذا أتت عليهم اعتذروا الناس تنبيه هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى وكان هذا لطفا بالخلق ولتنفيذ القيام عليهم بالحق حكي عن بعض العلماء أنه كان يميل إلى الراحات كثيرا وكان يخلو في بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواهم فبينما هو في البستان إذ رأى رجلا يتخلل الشجر فغضب وقال من أذن لهذا وجاء الرجل فجلس أمامه وقال ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مدافعة تدفعه عنه فقال ينظره الحاكم بقدر ما يرى قال السائل قد ضرب له الحاكم أجلا فلم يأتي بمنفع ولا أقلع عن اللدد والمدافع قال يقضي عليه قال فإن الحاكم رفق به وأمهله أكثر من خمسين سنة فأطرق الفقيه وتحضر عرق وجهه وذهب السائل ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل فقال البواب ما دخل أحد عليكم ولا خرج من عندكم أحد فقال لأصحابه إن صرفوا فما كان يرى بعد ذلك إلا في مجلس يذكر فيه العلم فصل وقد رأيت أن أصل بهذه الحكاية حكايات في الشيبي على سبيل الوعظ والتذكير والتخويف والتحذير حكي عن بعض المطرفين أنه رفض ما كان فيه بغتة على غير تدريج فسئل عن السبب فقال ما معناه كانت لي أمه لا يزيدني طول الاستماع منها إلا غراما بها فقلبت شعرها فإذا فيه شعراتان بيضان فأخبرتها فارتاعت وقال أرني فأريتها فقالت وقل جاء الحق وزهق الباطل الإسرال أيها ثم نظرت إلي وقال اعلم أنه لو لم تفرد علي طاعتك لما أويت إليك فدع لي ليلي أو نهاري لأتزود فيه لآخرة فقلت لا ولا كرامة فغضبت وقالت أتحول بيني وبين ربي وقد آذنني بلقائه اللهم بدل حبه لي بغضا قال فبدت وما شيء أحب إلي من بعدها عني وعرضتها للبيع فأتاني من أعطاني فيها ما أريد فلما عزمت على البيع بكت فقلت أنت أردت هذا فقالت والله ما اخترت عليك شيئا من الدنيا هل لك إلى ما هو خير لك من ثمني قلت وما هو قالت تعتقني لله عز وجل فإنه أملك لك منك لي وأعود عليك منك علي فقلت قد فعلت فقالت أنضى الله صفقتك وبلغك أضعاف أملك وتزهدت فبقضت إلي الدنيا ونعيمها وقال عبد الله ابن أبي نوح رأيتك أهلا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ينفض الغبار عن جدرانه بسعفه فسألت عنه فقيل إنه من ولد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأن له أولادا وموالي ونعمة موفورة وأنه اطلع في مرآته فصرخ وجنى ولزم المسجد كما ترى وإذا أراد أهله أن يأخذوه ليداوه ويصنوه هرب منهم وعاذ بالقبر المكرم فتركوه فرقبته نهارا فلم أر منه اختلالا ورقبته ليلا فلما ذهب جنح من الليل خرج من المسجد فتبعته حتى أتى البقيع فقام يصلي ويبكي حتى قرب طلوع الفجر فجلس يدعو وجاءت إليه دابة لا أدري أشاة أم ظبية أم غيرها فقامت عنده وتفاجت فالتقم ضرعها فشرب ثم مسح أهرها وقال اذهبي بارك الله فيك فولت تهرع فانسللت فسوقته إلى المسجد فأقمت لليالي أخرج بخروجه إلى البقيع ولا يشعر بي وسمعته يقول في مناجاته اللهم إنك أرسلت إلي ولم تأذل لي فإن كنت قد رضي أني فأذل لي وإن لم ترضني فوفقني لما يرضي قال فلما حان رحيلي أتيته مودعا فتهجمني فقلت أنا صاحبك منذ ليالي بالبقيع أصلي بصلاتك وأؤمن على دعائك قال هل أطلعت على ذلك أحدا قلت لا قال انصرف راشدا وقلت ما الرسول الذي أرسل إليك قال طلعت في المرآة فرأيت شيبة في وجهي فعلمت أنها رسول الله إلي فقلت ادع لي قال ما أنا أهل لذلك ولكن تعال نتوسل إلى الله برسوله فقمت معه تجاه القبر المكرم فقال ما حاجتك قلت العفو فدعا دعاء خفيفا فأمنت ثم مال على القبر فإذا هو ميت فتنحيت عنه حتى فطئن الناس له وجاء أولاده ومؤليه فاحتملوه وجهزوه وصليت عليه في من صلى ويقال أن ملكا من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أما أدبها بعض الحكماء فألبسته يوما ثيابه وأردته المرآة فرأى في وجهه شعرات بيضاء فاستدعى بالمقراد وقصها فأخذتها الأما فقبلتها وضعتها على كفها وأصغط بأغنها إليها فقال لها الملك إلى أي شيء تصغين فقالت إنني أسمع هذه المبتلاة بفقد قرامة قرب الملك تقول قولا عجيبا قال ما هو قالت لا يكترئ لساني على النطق به قال قولي وأنت آمنة ما لزمت الحكمة قالت ما معنى إنها تقول أيها الملك المصلط إلى أمد قريب إني خفت بطشك بي فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذنا بثأري وكأنك بهن قد خرجنا عليك فإما أن يعجلنا الفتك بك وإما أن ينخصنا شهوتك وقوتك وصحتك حتى تعد الموت غنما فقال اكتبي كلامك فكتبته فتدبره ثم نبذ ملكه في حديث وهذا المقصود منه وفي معنى قيل وزائرة للشيب لا حد ينفرقي فبادرتها خوفا من الحدف بالنتفي فقلت على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي وفي الإسرائيليات أن أبراهيم الخليل لما رجع من تقريب ولده إلى ربه عز وجل رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء وكان عليه السلام أول من شاب على وجه الأرض فأنكرتها وأردته إياها فجعل يتأملها فأعجبته وكرهتها سارة وطالبته بإزالتها فأبى فأتاه ملك الموت فقال السلام عليك يا إبراهيم وكان اسمه إبرام فزاده في اسمه ها والها في السوريانية للتفخيم والتعظيم ففرح بذلك فقال أشكر إلهي وإله كل شيء فقال له الملك إن الله قد سيرك معظما في أهل السماوات وأهل الأرض وقد وسمك بسمة أهل الوقار في اسمك وفي خلقك أما اسمك فإنك تدعى في أهل السماء وأهل الأرض إبراهيم وأما خلقك فقد أنزل وقارا ونورا على شعرك فأخبر سارة بما قال لها الملك قال هذا الذي كرهتيه نور ووقار قالت إني كارهة قل له قال لكني أحبه اللهم زدني نورا ووقارا وأصبح وقد بيضت لحيته كلها وفي الآثار النبوية من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ورؤي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة والأخبار في هذا الباب كثيرة وكذلك الشعر اكتفين منه بما ذكرناه وبالله توفيقنا وقال أعربي في الشيب والخضاب يا بؤس من فقد الشباب وغيرت منه مفارق رأسه بخضاب يرجو غدار توجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب شيئا لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب إني وجدت أجل كل مصيبة إن فقد الشباب وفرقة الأحباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم موسيقى موسيقى موسيقى